أعطيكم العافية حلقة سريعة كتير يعني الأخبار الإقتصادية كتير مهمة لذلك صعب أنه أنا ما أعلق عليها مع أنه يعني عندي ارتباطات البارح كان في اجتماع للبنك المركزي الأمريكي أو يوم الأربعاء ورفع نسبة الفائدة بحوالي 3-4 نقطة مئوية وفي البداية كانت الأسواق طبعا متوقع هذا الإشي لكن تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي جيرومي باول اللي أكد فيها على شغلتين أولا البنك المركزي متمسك في مكافحة التضخم حتى التغلب عليه وثانيا بأنه الاقتصاد الأمريكي قادر على أنه يتجاوز هذه المرحلة دون الوقوف في الركود الاقتصادي وأنه البنك المركزي لحد الآن ما لاحظ أي علامات على أن الاقتصاد الأمريكي دخل في ركود اقتصادي هذا الإشي أدى لفتقة كتير كبيرة من المستثمرين وارتفعت الأسواق يوم الأربعاء بدرجة كتير كبيرة يوم الخميس طبعا في البداية راجعت الأسواق بسبب رقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اللي طلعت 0.9% بأسوأ من المتوقع وهذا معناته أنه إحنا تكنيكلي أو تقنيا الاقتصاد الأمريكي دخل في حالة ركود اقتصادي لأنه في عنا ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السالب هذا دليل على أنه الاقتصاد الأمريكي تباطأ بدرجة كبيرة ولكن إذا استثنينا بعض الفاكتورز اللي بتدخل أو العوامل اللي بتدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نلاحظ أنه في عنا النوع من النمو الخفيف في الربع الثاني ولذلك البنك المركزي اليوم في وضع كتير ممتاز في عنا رأيين بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي الأول بخصوص الأول بيجي من المستثمر الأمريكي جيفري جندلاخ اللي هو يعتبر ملك السردات واللي أشار في مقابلة على قناة سيم بي سي يوم الخميس بأنه البنك المركزي الأمريكي ما عاد متأخر عن رفع الفوائد مقارنة بأسعار التضخم وأنه التصريحات الأخيرة من البنك المركزي كانت رائعة وأنها ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين في البنك المركزي الأمريكي وقلت تخوفهم من ركود الاقتصادي ولذلك هو صار كتير متفائل في الأسهم ابتداء من هذا المكان واقترح كمان أنه بعض الأسهم اللي هي تعتبر عالية المخاطرة ممكن أنها ترتد خلال الفترة القادمة وتحقق ارتفاعات قوية بالمقابل الاقتصادي المشهور محمد العريان ذكر بأنه النمو الاقتصادي في أمريكا عم بتباطئ بدرجة كتير سريعة وأنه بعض القطاعات من الاقتصاد الأمريكي ممكن تكون دخلت في ركود اقتصادي وكمان بشير أنه بعض الشركات اللي بتعمل في المجالات الرفاهية بدأت تلاحظ تباطئ في نمو إراداتها وأرباحها والأخير كمان والأهم من هيك أنه نتائج الشركات الأمريكية في الربع الثاني بالمجمل عم بتكون أقل من المتوقع مع أنه جزء كبير من الشركات خفضت من توقعاتها أساسا وما قدرت أنها تحقق التوقعات المنخفضة اللي كان لازم تحققها لذلك لحنا في عنا رأيان مختلفين بخصوص الاقتصاد الأمريكي أنا بالنسبة لي عملت حلقة سابقة ممكن أنكم تشوفوها اللي هي ليش أنا بتوقع فيها أنه الاقتصاد الأمريكي رح يوصل للبوتوم خلال شهر 7 الحالي أو شهر 8 ماكسيمم ممكن أنكم ترجعوا للحلقة وتشوفوها ولكن عشان بس يعني دعما لنظريتي هل الوضع أو الوقت صار مناسب لشراء الأسهم الأمريكية هلأ بقوة أو لا لازم نستنى شغلتين التقرير الاقتصادي اللي رح يطلع بشهر 8 عن الوظائف في أول أسبوع من شهر 8 والتقرير اللي رح يطلع بخصوص الـ CPI أو التضخم الأمريكي في شهر 8 هدول التقريرين إذا بيطلعوا إيجابيات بيدلوا على تضخم متراجع استمرار محافظة السوق الأمريكي على نسبة كبيرة من الوظائف ارتفاع طفيف في البطالة أو عدم ارتفاعها إذا بيصيروا هدول الأشيين هذا معناته أنه البنك المركزي الأمريكي ما رح يكون كتير مضطر أنه يرفع أسعار الفوائد بعنف وممكن يرفع بعض الأرقام الحالية لكن مثلا ممكن يرفع ربع نقطة مئوية في القراءة أو في الاجتماع القادم ما رح يرفع مثلا نص أو ثلاث أربع إلا إذا بتكون الأرقام الاقتصادية خاصة الـ CPI وتقرير الوظائف الأمريكي كتير سيئين إذا بيجوا هدولة تقريرين كتير منح فممكن أن نعتبر أنه شهر تمانية رح يكون البطم بالنسبة للأسواق وإذا بتلاحظوا شغلة كتير من الشركات الأمريكية عم تعمل ميس لنتائجها زي مثلا جوجل عملت ميس زي مثلا مايكروسوفت عملت ميس ومع ذلك عسومها ارتفعت والسبب أنه المستثمرين قد كانوا متوقعين أنه هاي الشركات رح تعمل ميس والسبب الأهم أنه هاي الشركات أكدت أنه من هون لنهاية السنة رح تكون الأمور أفضل وإذا كانت الشركات الأمريكية بتشوف أنه الاقتصاد رايح للأفضل خلال الفترة القادمة والبنك المركزي شايف أنه إحنا ما دخلنا ركود اقتصادي والبيانات الاقتصادية بدأت تدعم هذا الإشي هذا الإشي رح يكون معناته أنه إحنا البطم رح يكون ورانا العصعب رح يكون ورانا والست شهور القادمة أو الفترة القادمة لحد نهاية السنة الحالية ممكن تكون فترة لتعويض كتير من الخسائر اللي منها فيها المستثمرين خلال الأشهر الماضية أبعد أظهر منكم أنا أنه للتصوير لكن يعني المواضيع اللي ذكرها البنك المركزي الأمريكي كانت كثير رائعة وكان صعب علي أني ما أعلق عليها بتمنى للجميع السلامة بتمنى للجميع الربح أعطيكم ألف عافية جميعا وبشوفكم إن شاء الله على خير